امانا مننا ان الوسائل السلمية لحل النزاعات هي الاجدى للوصول الى مجتمع لاعنفي مهما استنفذت الطاقات ومهما حلت الخلافات لانه على مر السنين والتاريخ اللبناني اثبت ان العنف والحرب سبيل للدمار والالغاء ليس الا كيف اذا كان السلام اللي عم نحكي عنه اليوم هو سلام دائم ومنشود بيسعدنا مشاهدين ان نستقبل معنا اليوم شيرين الجردي الامينة العامة لحركة السلام الدائم رحب فيك استاذي شيرين صباح الخير وبتشكركم على الاستدافة نعم كمان متشكرك استاذي شيرين خبرينا اكتر حركة السلام الدائم شو هي بلشت فيها بلشت فيها بدأتشكرك كمان على هيد المقدمة اللي بتوحي كمان من الستوديو حتى لونه الاخضر الروحية للتليفزيون الروحية اللي بلشنا فيها نحنا بنشتغل على موضوع اللعنف ونشتغل على موضوع اذا بدنا نقول بالإطار بناء السلام هايدي هي اذا بدي اقول حركة السلام الدائم هيك بلشت بالستة واتمانين بخلال الحرب لحتى تقول نحنا مش اشخاص بدنا نعيش بحرب نحنا عنا مستقبل بدنا نعيشه وبدنا نعيشه بسلام كيف بدنا نعيشه بالسلام اكيد في مسيرة طويلة وفي تراكم من الجهود من المعرفة من الخبرة وهيدي هي جوهرية حركة السلام حبرين اكتر من هالهداف او هالجهود نعم بالستة واتمانين رئيس حركة السلام الدائم كان يعني بلشوا هني بالحرب قالوا انه لا نحنا ما بدنا نعيش بهالشي رئيس فادي ابي علام للي هلأ بيرقص كمان حزب الخضر اللبناني ونزل على الانتخابات بإطار الحزب الاخضر اللبناني بجبل لبنان بيقضاء علي بلشنا بهيد المواضيع اللي حتى نقول نحنا كتلميز مش نهيك نحنا هلأ منقول نحنا كتلميز نحنا كأفراد نحنا كأشخاص عنا مسئوليات كيف نحنا بدنا نشتغل مع بعضنا لتراكمات لحتى نحنا نقول لا للعنف لا حتى للسلام السلبي لانه مش يعني اذا نحنا ما عنا قصف اذا ما عنا حروب يعني نحنا عنا سلام لا نحنا عنا سلام سلبي من وقته سو بلشت بهيد المعايير وبلشت نكبر مع الوقت لحتى نحنا صرنا عنا هلأ الإيكو سوك ستاتس يلي نحنا عنا صفة الاستشارية بمجلس الأمن بالأمم المتحدة شو الخطوات اللي عم تعملوها بهالإطار نشتغل مثلا لنقول على موضوع لنقول جبل لبنان اشتغلنا على موضوع بناء السلام خلال الحرب خلال الحرب نحنا مرت جبل لبنان والمنطقة بظروف كتير صعبة سواء يعني مخلفات الحرب عدد القتلى تخيلي انه مرينا نحنا من الخمسة وسبعين للتسعين مية وخمسين الف شخص ميت سبعتاشر الف مفقود عدد كبير من المعوقين من الناس اللي هيجرت من الناس اللي بعدها لحديت هلأ مرجعت لبيوتها سوئلنا نحنا لا في كتير اشخاص بتقول انه يمكن نحنا شو صار بالحرب بالحرب صار في كتير اشخاص لو نحنا منطلع مثلا انه في دياع كانت عم تتأثل مع بعض ولكن كمان في اشخاص من هيدا الديع كانت عم تحاول تلجأ أو تطلع للاخر وبحب القدو على موضوع هيدا الكتابي اللي نحنا عمله السلام في حرب الجبل نعم سهو موضوعه كان بناء السلام الافراد شو عملت خلال الحرب لحتى هي تتواصل مع الاخر نشوف كتير في موضوع انه نحنا كنا عايشين مع بعض كنا جيراننا هيكي بطلع في كان كتير قصص الناس عم تتواصل مع بعض رجعنا كملنا شفنا شفنا عززني انه ما بعد الحرب كمان الناس شو كيف رجعت التأت ما بعد الحرب وشو رجعت عملت ما بعد الحرب سهيدا بلشنا بأول ببناء السلام وصناعة السلام لانه ما في شي نحنا بنقام وبنعمل إلا ما هو الأفراد نحنا كأفراد كيف منلتاقه ونحنا دائما في تلاقي بإطار كيف نحنا بنرسم الخطة وكيف نحنا بنضطل عليها وكيف نحنا بصير عنا المهارات لحتى ان نحنا نتواصل مع بعضنا بس لمبلش نسمع بعضنا نعم أستاذ شيرين هايدي المهارات والقدرات وهيدي المساعي والجهود اللي حضرتكم عم تقوموا فيها وبالفعل شي مشرف كيف عم تبع سواء وكيف المواطن عم بيتلقى هايدي القيم إذا فيك تقولي محاضرات ندوات شكرا كتير على هيدا السؤال بتشوف قدي الناس طواقين كل ما بيسمعوا شي كل ما الناس بتتعرف حتى على معلومة جديدة بتكون هي طواقة لحتى تعرفوا أكتر بتشوف الناس هي لحالة بتتير عم تقلك بليز خبرين عنه هيدا الموضوع أكتر مطلوب الموضوع بحسن مطلوب كتير مطلوب كتير وحتى يعني ما قبل الثورة حتى كان مطلوب بإطار معين بعد الثورة بتحس انه الناس طواقين للتغيير ليه بهدف شو بهدف بناء الدولة نحنا ما بنشتغل قصة بناء السلام هيك بلا هدف هدفها هي بناء المؤسسات بناء المواطن بناء الإنسان بناء المواطنية بناء تنفيذ حتى انه القانون والجهات القضائية كيف انت حتى بتعززيها انت كمواطن وهيدا هون بتكون عمل سواء الشباب انت بديك تعملي شراكة الموضوع مش بس حكر على مجموعة معينة يعني لأ في دور الشباب في دور النساء مشان هيك نحنا كمان بنرجع من صد إطار شغلنا كيف نحنا من واحد جهود كيف نحنا منبعث الأمل كيف نحنا مندوة على أفكار ومنجيبة يعني سواء مواضيع خارجية ولا مواضيع أجندات طعنا مثلاً بالمرأة الأمن والسلام الشباب الأمن والسلام ومنعملها موضعية على الأرض. لما أنه بلشنا عن المرأة موضوع الشغل العالم أين يبردوا دور المرأة بهالحركة؟ دور المرأة هو أساسي نحنا ما بنعمل شيء إلا ليكون سواء بالفئات المستهدفة ولا حتى طريقة اللي نحنا بنعمل برنامج العمل إلا بيكون حتى مستهدف النساء والشباب لأنه نحنا بنعتبر طالما في هيد الفئات اللي هي أكترية بدنا نعتبر بلبنان وهي ما عم تكون إلا حيز مشاركة كبير إذا ما بتعطيها هيد المساحة أنت عم تخسر طاقات كتير مهمة على سبيل المثال عنا شراكة كتير مهمة مع الشبكة العالمية للنساء بونات السلام اللي هي الـ Global Network for Women Peace Builders اشتغلنا على موضوع موضعية تطبيق الخطة الوطنية 13-25 اللي لبنان قرر بمجلس الوزراء بالـ 2019 مقبل الثورة هيد الخطة تلحص موضوع مشاركة النساء بأعمال صنع القرار بالمشاركة السياسية بمشاركة بالاقتصاد بالمشاركة بالقوى الأمنية الموضوع اللي يعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بكل هيدا الموضوع والوقاية من النزاعات العنيفة والوقاية من النزاعات ككل جينا أخذنا هيدا القرار وشفنا نحن نؤمن انه في أمور بتكون شاملة وفي أمور هي خاصة باق المكان لأنه كل مكان عنده حاجات كلمة صحيح عنده خصصية عنده أولويات عنده حاجات وعنده الأشخاص يلي هني بكونوا موجودين عملنا لقاء كتير حلو ومستكملين ويعنى نحن كل النشاطات إذا بديت تقولي نحن أصحاب قضية يعنى نحن كل شي منامز واضية شاملة شاملة بناء وطن السلام موجود وينما كان صحيح 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 في شي كمان يتعب بقراء عن النشاط من البيئة لخالخصوص صحيح صحيح كمان هيدا لأنه وقت بتطلعي أنت على بناء السلام ما هي رزمي رزمي شو أساسها الإنسان يعنى الأمن الإنساني ساحتة أنت بتفوت بمحاور الأمن الإنساني يعني الأمن الإنساني بتجي أنت على الأمن الاقتصادي الأمن البيئي الأمن المجتمعي الأمن الغذائي الأمن الصحي سو كل هيدا الأمن يلي هي سبع البلرز هيدا كلها بتجي بخضم بناء السلام نحن تعرفنا على مفهوم الأمن الإنساني يمكن بلبنان ما بعد كورونا بس نحن بنشتغل عليه كمان من تقريبا من أول ما بلشنا ليه لأنه نحن مش بس شغلنا بلبنان نحن كمان سكرتاريا لشراك العالمية للوقاية من النزاعات العنيفة نحن سكرتاريا يعني نحن بنساعد مجموعة من الدول لأننا 15 دولة عربية بنشتغل على موضوع الأمن الإنساني بنشتغل على موضوع الإنسان المبكر والوقاية الاستجاب السريعة بنشتغل على هيدول الأجندات يلي كمان نحن بنسعى أنه نحن نعرف المجتمع والجمعيات والأشخاص العاديين على هيدول الأجندات لنقول نحن هيدول الأجندات مش للأمم المتحدة هيدول الأجندات مش لأ يكونوا بالجوارير هيدول الأجندات تطبقهم لأن عملت للأمم المتحدة لقلنا نحن أفراد نحن أهمية كيف نقدر ناخد هيدا المواضيع ونقدر نحن نستثمرها على الأرض لقلنا بإطار بناء الدولة طبعا مع احترام الاختلافات لأنه مثل ما قلناك المجتمع عنده خصوصية عنده خصوصية ولكن نحن بلق وتم نحكي على مواضيع سلام ولا بناء الدولة سلام واحد صحيح صحيح هيدا الشيء طبعا ما فينا ننكر نحن ببلد شوي عنا عقبات وعنا تحديات فأكيد نحن الخصوصية ممكن تبلش من نهايدي العقبات والأزمات اللي نحن عم نعيشها بس وإلا الإنسان إنسان وين مكان صحيح سيدة شارين الجردي نحن متشكرك لحضورك معنا وبذلك نحن للأسف وصلنا لخيتام على الحلقة الحلوة معك متشكرك على كل هذه المعلومات الكيمة شكرا اللي فتنا فيها وإن شاء الله نشاطاتكم بتلاقي المزيد والمزيد من الطاقة الإيجابية من الإيجابيات خصوصا إنه موضوع ومفهوم مثل هذا المفهوم اللي هو مفهوم شامل وعام شكرا كتير لأيكم نحن كمان بدنا نتشكركم على الاستضافة ونتمنى كمان وجودكم باللقاءات اللي لحن عملها واللي منعملها وموفقين شكرا وشاهدينا بريك صغير ونرجع منكم معكم